اشتركوا في القناة إلى اليابان دعوة والدته لاقت بابا في السماء مفتوح كانت تدعو له بأن يعمل بين الملوك ليتحقق الحلم ويصبح أول طالب سعودي يحصل على درجة الماجستير والدكتوراه في اليابان ثم سفيرا للمملكة العربية السعودية بها نكون معكم اليوم مع سيرة دبلوماسية بامتياز ضيفنا السفير السعودي السابق لدى أمبراطورية اليابان الدكتور عبدالعزيز تركستاني في مخيال الحروف اليابانية هي أشكالها كأنها رسومات نعم فأنت كيف تعلمت الكتابة؟ وشرح لي الحروف اليابانية عبارة عن إيش؟ الحروف اليابانية هي ثلاثة أنواع في اللغة الصينية التي هي عبارة عن رسومات فكل رسمة عبارة عن كلمة وكل كلمة عبارة عن رسمة مثلا وهي لغة على فكرة موجودة في جدار الأهرام يسموها اللغة الهيروغروفية أو يعني من عوائل اللغة يسموها اللغة التصويرية فلما تقول لواحد مثلا أريده أنا أكل أكتب لي إذا سمحت أكل يرسم لك بيت ويرسم طاولة ويرسم جنبه ناس بيأكلوا وبعدين يختصر ويختزل هذه الصورة إلى رمز معين من هنا بدأ الحروف اللي هي أصلا جات من الصين وجات من الحروف اللي موجودة في جدار الأهرام اللي هي البكشر لانجويج هذه عددها ألف وتوم مية وستين حرف لازم تدرسها أشان تقدر تقرأ الجريدة اليابانية ألف وتوم مية وستين حرف وهذه أنا درستها وبعدين المرحلة الثانية خمس آلاف تماني آلاف وأنا درست إلى إحدى عشر ألف حرف حتى أستطيع أن أجاري المجتمع اللي أنا موجود فيه اللغة الثانية أو الكتابة الثانية هي اللغة التي يتم بها كتابة الكلمات الأجنبية فعندهم تبسيط للغة التصويرية إلى تفسير الصوت للكلمة اليابانية وكتابة ألف بيت يعني ألف باء للغة للأسماء الأجنبية يعني مثلا هما لما جاء مثلا كلمة كمبيوتر كمبيوتر كلمة جديدة علينا كلنا لغيرنا نقول الحاسب الآلي لكن الكمبيوتر هما وضعوا مربع في حقل الرز وربطوه بي بي لي عشان يقوي الحقل الرز هذا وربطوه بي المطر كقوة ربطوها مع بعض وخلوها كلمة انيرجي أو كهرباء أو طاقة أو كمبيوتر ومع ذلك إلى الآن كلمة كمبيوتر تكتب بي الحروف الكتغانة اللي هي الحروف التي يكتب فيها الكلمات الأجنبية مثلا اسمي أنا لما تروح الصين أو تايوان والدول يتحدث الكتاب يكتبها باللغة التصويرية لكن في اليابان يكتبها بـ 48 حرفي 48 و 48 و 1250 أو 60 اللي هي الحروف اليابانية دكتور كم المدة حتى أتقنت اللغة اليابانية؟ كم جلست قريبا؟ الفترة الأولى وجبرت أني أنا أتعلم خلال سنة واحدة لأنه 1981 كان فيه مهرجان للتعاون الخليجي وحضر مجموعة من أصحاب السمو من رؤساء الرعايات الشباب والوزارة الرياضة في الدول الستة للخليج ومن ضمن كان صاحب السمو المالك الأمير فيصل بن فهد فهد بن عمد عيز رحمه الله الرئيس العامل رأيته شبه وقتها وتشرفت أني أنا ترجمت له في الحفل الرئيسي لكلمة الرئيسية ومن يومته هو شجعني الله يرحمه رحمة واسعة وكان أمامي تحدي أنه يا أن أدخل أترجم يا أن أجلس أخاف وأرجع فدخلت وترجمت بنسبة يعني سبعين في المية كانت ناجحة مش مية في المية لأنه لمن جلس مع ابن خالى الامبراطور اللي هو كان مع الأمير فيصل ذكرت لي ابن الامبراطور هذا الياباني باللغة اليابانية وتقولوا ترى أنا لا أجيد اللغة اليابانية كاملة وأنا لا أعرف اللغة المؤدبة اللي أنت تتكلمون فيها كامبراطور فأسمح لي يا سيد تاكامادو هو اسم التاكامادو أن تخلينا أنا أتكلم بلغة اليابانية المبسطة فهو ابتسم وقال لي خد راحتك أنت أي حاجة حتقوله أنا حفامها أنت كنت تترجم للجانبين كنت تترجم للجانبين بالعربي والياباني طبعا بالنسبة لي لما أسمع بالياباني كنت أجيد الترجمة بالعربي ولكن ما أسمع بالعربي أجد صعوبة فيه نقلها كاملة إلى الجانب الياباني صار موقف شيح يعني في ترجمة خطأ ولكن في ذلك فترة وأنت كنت طالب يعني ما صار لك سنة كثيرة والله بس أنت ما شاء الله كيف بتخرج المعلومات هي والحقيقة صارت يعني تجارب خلينا نقول مضحكة يعني في مرة المرات كان عندنا ضيف وكنت أنا ترجم له مع الضيف كان معا مرافق اثنين سعوديين وأنا مترجم مع الوزير الياباني فضمن الكلام الذي لا بد أن أترجمه أن العلاقات السعودية علاقات متميزة ونتمنى أن تستمر على طول فكلمة بالياباني زطه فلما نسمع المرافق مع الوزير كلمة زطه قال نحنا بشويش كذا كلمني قال لي أخو عبديز نحن جايبنا نحنا اليابان عشان تبه تخنقنا وكلمة زطه طبعا تعرف بالعمية يعني الخنق فوقفت أنا طبعا الترجمة ومني عارف أضحك الوزير الياباني انتبع لفكرة وقال لي في شيء ضحك يعني أو كذا قلت له والله تعرف ما حبيت أقوله طبعا زطه قلت له في بعض الكلمات لما اتضعها باللغة العربية يكون لها معنى ممتع وجميل طبعا لهم ممتع ولا جميل بس إنهم قلتك ممتع وجميل يعني فضحك الوزير الياباني وقال نعم هناك بعض الكلمات وبدأ هو أيضا كمان يجيب بعض الكلمات التي الموقف من المواقف مرة رحت في أشارك في ترجمة لفريق تنس الطاولة السعودي جاي لليابان كان يرأسها الأستاذ سليمان الجبهان الله يمتع بالعافية وقتها أنت كنت طالب كنت أنا طالبي البطولة 37 أذكرها تماما لأن رحت أنا أترجم مع المدرب الياباني للمنتخف السعودي المدرب الياباني يزعل على اللاعب السعودي لأنه ما لعب الكورة صحة فهو ينتقده بنغوسين ينهر ينهر اللاعب السعودي من اللي يأكل السب أول واحد المترجم فإنت لازم تترجم لازم تترجم بنفس المحتوى اللي هو يريده المدرب فمرة من المرات أذكر كان يقول له يا يا غبي بالياباني فأنا ما استنيت فأنا قلت على طول باللغة العربية يا غبي فكل اللاعب أجلس ويضحكوه دكتور جلست فترة دراستك الماجستير مع الدكتورة صحيح نعم كم الفترة كلها في اليابان الفترة الأولى ثمانية سنوات ثمانية سنوات نعم كطالب كطالب نعم وكنت طبعا وقته كنت أنا أشرفت على إنشاء مركز إسلامي وفرع جامعة الإمام محمد بن سعود كان يوم معا تعليم اللغة العربية كنت ماسك إدارته وكننا نعلم اليابانين اللغة العربية مجانا وهذه الحقيقة خطوة جبارة من القوة النعمة التي كانت تستخدمها ولا زالت المملكة العربية السعودية في اليابان فالفترة الأولى نعم جلس تمانية سنوات وبعد رجعت درسنا في الجامعة رجعت هنا كعضو هيا تدريس نعم في جامعة الإمام الإمام في الفترة الأولى نعم وضع دين خرجت للقطاع الخاص هنا أنت دخلت للقطاع الخاص نعم وكنت تقريبا استلمت الماركتنج أو التسويق نعم الحقيقة الحقيقة الشركة اللي أنا عملت بها السعودية كانوا يبحثوا على شخص وهي شركة يابانية سعودية يعني يبحثوا على شخص يجمع بين الفكرين الفكر التسويقي الياباني والفكر التسويقي والعلم هم أحسن الظن بشخصي الضعيف وطلبوا أن أنا أخرج إعارة من الجامعة سنة كم؟ ألف وتسعمية وواحو وتسعين ميلادي وجلست فيها أربع سنوات أنا استفدت أيضا من الشركة اللي أشتغل فيها بالفكر الإداري الياباني ولكن هم استفادوا أنه كثير من المباحثات التي كانت تيت عن طريق مترجم أصبحت مباشرة وبالتالي اختصرنا الوقت واختصرنا الفكر الذي يريد به الياباني أن يدخل به السوق السعودي في مجال التسويق الدولي وهذا يمكن تعتبر من النجاحات الواحدة اللي يفتخر بها الحمد لله وفي مجال عملك في السعودية في فترات أصبحت مترجم لكثير من المسؤولين اليابانيين اللي يزورون المملكة العربية السعودية أغلب المواقف أو الأحداث أو الشخصيات المهمة اللي ترجمت لها في المملكة أنا ترجم طبعا لسموه سيدي الأمير سلطان بن عمديز الله يرحمه الأمير نايف بن عمديز الله يرحمه ترجمت لي طبعا قلت لك الأمير فيصل بن فهد وترجمت لي الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله ولي الملك سلمان لما كان ولي عهد وزارنا في اليابان ترجمت الملك عبد الله فيها قصة طريفة لعله ممكن نحلي فيها الجلسة شوية رحنا الديوان الملكي للقاء الأمير سلطان رحمه الله فطلب من الوفد الياباني مع الوفد السعودي نروح نقابل الملك عبد الله في 2006 الملك عبد الله الله يرحمه كان مجهز لمبادرة الحوار الإسلامي حوار الأديان وطلب أنه يلقي هذه المبادرة في وجود الوفد الياباني بالصدفة يعني فأنا كنت من ضمن المدعوين من الجانب من الجامعة وجلست وفجأة أفاجأ بأنه رئيسي الديوان يطلب مني أنه هل يمكن أن أترجم للملك عبد الله لأنه فيه هناك قضية مهمة جدا أو مبادرة مهمة ما قال لي إشي نريد أن تكون الترجمة صحيحة ونريد أن تكون ترجمة من مواطن سعودي للملك السعودي فأنا فطبعا فرحت أو أنت دكتور رح ترجم من العربي إلى الياباني ولا العكس أنا كنت ترجم للملك عبد الله من العربي إلى الياباني وهنا أيضا كمان فيها صعوبة فاستاذنتنا من الرئيس الديوان وقال لي أنا أستاذ من الملك أستاذ من ملك عبد الله هذه كلها خلال دقائق خلال يعني ثلاثة دقائق وجاني الله يرحمه المذيع سليمان العيسى وقفني أمام الملك بالمكرفون وقال بدأ أن نحن الآن نستمع إلى كلمة خادمة في هذه الثلاثين ثانية وأنا واقف أمام المكرفون شفت صورة والدي ووالدتي جالسين يدعو لي والله يا أخوي أبد الله وفعلا دمعت وقتها وش القصة لوالدك ووالدك؟ الله يرحمهم ذكرت لك أنا في واحد السبعين لمن الملك فيصل سافر إلى اليابان كنت شفت المترجم بين الملك فيصل والإمبراطور الياباني واحد مترجم ياباني فأنا كنت أمازح الوالدة أقول ليش أنا ما أروح أترجم لي الملك إن شاء الله أترجم فقالت لي إن شاء الله تروح مترجم للملك وتروح سفير في البلد هذه وأتحقق جزء كبير من هذا الحلم وأنا أترجم أمام الملك عبد الله والحقيقة كانت الوالدة عايشة؟ لا والله توفت كان وقتها لذلك دعيت لهم كثير وروح زرتهم زيارة خاصة في المعلاة في مكة لكي أشكرهم وأدعي لهم بعد هذه الفترة إنه كيف إن كنت دعائهم تحقق واصبحت سفير ومترجم للملك في الفترة هذه كان الملك عبد الله الله يرحمه يعني يسهب في الحديث ويريد أن يوصل الفكرة وأنا طبعا لا بد أن أكتب الكلام عشان أقدر أترجمه في المسافة اللي هي الدقيقة ونصف بالنسبة لي كانت كبيرة بالنسبة له عادية الله يرحمه بالنسبة لي طبي لا بد أن أتوقف حتى أستطيع أني أترجم فكان هو أستوعب هذا الشيء وكان الله يرحمه يعني يعتذر مني سبحانه يشوف أخلاق الملوك كيف يعني يعتذر مني ويقول لي ما عليك يا وليدي سامحني هيا تفضل ترجم هذه الترجمة كانت الحقيقة من أقوى الترجمات اللي أنا ترجمتها وعبرت عن ما يدور في ذهن هذا الوطن الغالي أنه إحنا شعب مسلم متسامح نستجدع نتحاور مع جميع الأديان ما عندنا شيء نخبيه لأن الدين الإسلامي هو أقوى دين موجود في الله وخاتم الأنبياء والمرسلين هو الدين الإسلامي فترجمت الملك طبعا بعد نهاية الترجمة أنا كنت فرحان جدا وأصحابي جواه سلموا علي ورحت طبعا قبلت الملك عبد الله وشكرت أنه أعطاني هذه الفرصة من هنا بدأ في الديوان الملكي وفي هذا بدأوا يتعرفوا على أن هناك أيضا مترجم سعودي يستطيع أن يترجم اللغة اليابانية وكان يستعين بي بعض الأحيان في بعض زيارات المسؤولين اليابانين خلينا أخر شوية معك في لقطة أخرى في الترجمة ساهمت في اليابان في ترجمة معاني كلمات القرآن الكريم باللغة اليابانية أعطيك لنا صعوبة الترجمة وقفنا أمام آية هن لباس لكم لباس المعنى الحرفي لها سوب أو بدلة واحدة من الترجمات الإنجليزية كاتبوا they are trousers for you trousers يعني بدلة أو قماش بينما أن توصل مفهوم كلمة لباس لكم وأنتون لباس لهم هذا المعنى العميق أنا ما أخفيك أستاذ عبد الله نحن مع مجموعة زملاء المترجمين من العرب والباكستانيين اللي يجدوا اللغة اليابانية واليابانين أخذنا يمكن تمانية أسطر عشان نشرح كلمة لباس للقارئ الياباني دكتور بعد بشوارك بالترجمة وفي المملكة العربية السعودية يعني عضو هيئة التدريس وغيرها أتت لحظة تعيينك كسفير لإمبراطورية اليابان ما هي الأحداث التي جعلت الحكومة السعودية تعيينك كسفير لإمبراطورية اليابان نحن ثلاثة أشخاص رشح هنا واحد من مجلس الغرفة التجارية واحد من أرامكو واحد عضو هيئة التدريسة اللي هو أنا أول حاجة كان فيه هناك طلب لملء فراغ السفارة السعودية في اليابان وسفيرنا في ذاك الوقت السفير فيصل بن حسن طراد تم ترشيحه للهند بناء على طلب بن الملك عبد الله وقته في 2008 وما كان متحدث اللغة اليابانية لا ما كان متحدث أنا كنت أول سفير يتحدث السعودي يتحدث اللغة اليابانية وصار سفير في الدولة نفسها فهو مع ناس في الديوان مع ناس في وزارة الخارجية استحسنوا فكرة ترشيح عبد العيس تركستاني فتم الرفع فيه طبعا هناك مجلس السلك الدبلوماسي في الخارجية يتم فرز هذه الأسماء ومعرفة ما هو الصالح منها وفوجيت بيوم من الأيام باتصال من سمونامير خالد بن سعود وكيل وزارة الخارجية بأنه له رغبة أنه يقابلني في السفارة طبعا قبل أنا كنت في إجازة في اليابان وقابلت السفير فيصل تراد هناك وما بلغني كل المعلومة قال لي فيه ترشيح لك أنت في منصب معين ما جاب بالك السفارة ما جاب بالي السفارة طبعا لما تذكر أنت دعا الوالدين تربط لكن ورحت قبلت اسمه الأمير خالد والحقيقة استقبال جميل وقال لي نحن ما نحتاج يعني نتعرف عليك أكثر أنت يعني معروف وكذا وكذا وفقط كن أريد أنه يكون في بيننا اللقاء مباشر حتى يمكن نرفع الأوراق وكذا وفعلا تم رفع الأوراق مع مجموعة من الزملاء وتم اختيار السفير أبدالي تركستاني كي يكون سفير يعني من حسن الصدف في هذه الفترة خلال الأسبوعين هذه كلها تم ترشيحي جاء توجيه بأن يتم أداء القسم للسفراء المعينين الجدد أمام خادم الحرمين الشريفين وهذه أول مرة وهذه أول مرة وفعلا كان لي الشرف أن أكون مع السفير فهد الزيد ومع السفير هاني سندي نحن أول ثلاثة رحنا أداءنا القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن العيز رحمه الله كأول ثلاثة سفرة وحضروا معنا طبعا كان الأمير سعود في رحلة علاجية في أمريكا حضر معنا الدكتور نزار مدني وشجعنا الحقيقة أنه إحنا وطبعا موقف كان حقيقة مهيب جدا أنه تأتي وتؤدي القسم وبشكل يعني تفتخر به أنك أنت مع رأس الهرم في بلدك وفي وطنك وبتجلس تتكلم وتقسم أمامه أنه خلاص يعني ما عندك أكثر من كده ما فيش يعني فلابد أنه والشيء الآخر عطف وحنان الملك عبد الله علينا كسفرة في تلك اللحظة كان عطف لا ينسى وكمل هذا العطف والحنان الملك سلمان الله يطول عمره لما كان ولي عهد وجاء زارا اليابانة تشرفتنا بخدمته وهو وسموه سيدنا أمير محمد بن سلمان الحقيقة مدرسة غير طبيعية في مخافة الله في الأدب في الأخلاق في العلم في الثقافة العامة يعني أنت تعرف لما تجلس مع خادم الحرمين الملك سلمان الله يطول عمره يعني أنا دائما أسميه القاموس المتحرك لأنه يمتلك مخزون كبير من المعلومات ويعرفك حتى من اسمك على طول تقول له أنت هذا يقول نعم وأنت تركستاني وكذا وكذا وشجعني بل أنه لما كنت أنا مر المرات في يعني كذا مرحلة علاجية صغيرة كان هو يسأل عني تصور أنه رأس الهرم يسأل عنك أنت وانت مواطن عادي صحيح أنك أنت سفير لكن هذه اللمسات البسيطة التي تأتي إليك من المسؤول في أعلى الهرم تقف لها احتراما وتزيد من إنتاجيتك وتزيد من ولائك لهذا الوطن فتم تعييني كسفير فرحت أنا 2009 بداية 2009 ببراير وقدمت أوراق اعتمادي ويمكن حاجة يسموها الاستمزاج يمكن كلمة هي جديدة في اللغة الدبلوماسية الحكومة السعودية ترسل للحكومة اليابانية باسم المرشح لها كسفير وتستمزج رأيه ما تأخذ موافقته بس فقط تستمزج فالبروتكول يقول إذا أنت رديت عليهم خلال 90 سنة 90 يوم معنات أنك أنت موافق إذا ما رديت بالإجابة والسلب بعد 90 يوم معنات أنك أنت تفضل أن تشوف واحد سفير ثاني وتسير هذه فيه اتفاقية طبعا الجنيفة المعروفة فتم ترشيحي كسفير السفير الياباني هنا والمساعد تابعه فرحوا جدا وأسرع برقية يمكن راحت من السفارة اليابانية لوزارة الخارجية وما أخفي يمكن أسرع رد جاء من الخارجية تذكر كم المدة؟ أسبوع واحد من فضل الله تعالى رجعت بالموافقة وتعزيز تعيينك كسفير لخادم الحرش طبعا المعطيات الرئيسية أنك أنت تتكلم اللغة اليابانية تعرف الثقافة اليابانية وتوفر كثير من الوقت والجهد فإنك أنت تتكلم معه وخاصة أنت تعرف أخوي عبد الله والمشاهد الكريم والمشاهدة يعرفوا أن اليابان بلد استراتيجي للمملكة العربية السعودية سواء كان في صناعات الأساسية وصناعات التحويلية وهذا الحقيقي كان هدفي عملتنا خطة سميته أربعة في أربعة في أربعة سنوات كسفير لازم تعمل أربعة استراتيجيات فتم تعييني ورحتنا اليابان قدمت نسخة من أوراق الاعتماد لوزير الخارجية حتى أقاد أمارس عملي وبعدين تم تحديد لي موعد مع لقاء الامبراطور بحكم أنه هو الرمز الذي يستقبله وليس له أي سلطة تنفيذية في البلد هنا نريد أن نعرف دكتور البروتوكول في أوراق الاعتماد نعم أنت كسفير اليوم عندما تأتي إلى أمبراطورية مثل اليابان هل تتم أوراق اعتمادك عن طريق رئيس الوزراء الياباني أو عن طريق الامبراطور اشرح لحالة البروتوكولية التي تصير في مثل هذه الحالة تقدم الأوراق الاعتماد الأساسية بخطاب من خادم الحرمين الشريفين للامبراطور اليابان وتستلم له بيده مباشرة وأنا سبحان الله من فضل الله تعالى أنه كنت أنا أحمل مذكرتين مذكرة لتعيني كسفير ومذكرة لتعيني كقنصل عام لبعض الدول فيه قنصل وفيه سفير وبعض الدول لما فيها قنصلية منفصلة فأنت تمثل أنك أنت تكون سفير وقنصل عام وأتصل فيه البروتوكول الياباني حدد معايا موعد عن طريق وزارة الخارجية وجاني المكتب وشرح لي الآلية كيف نحن نقابل الإمبراطور وكيف نحن نسلم عليه وكيف نقدم الأوراق كيف الآلية اليابانية في البروتوكول؟ الإمبراطور الياباني لا زال يحتفظ بهيبته كإمبراطور في داخل المجتمع ولذلك هو لما أقول لأصحابي أنه أنا رحت قابلت الإمبراطور وقال لي سلمت عليه بيدك فيجي يمسك يسلم عليه فياخد البركة لأنه بالنسبة له هو شخصية مميزة وغير من الشخصيات العادية فطلب مني البروتوكول لأنه أنا قال لي أنت تحب تركب سيارة عادية أو الحصان يعني عربة الحصان فاخترنا عربة الحصان بحكم أن هي شكل جميل وقال أنت تأتي إلى الساعة 11 وخمسة دقائق وهنا طبعا يعطيك دقة الوقت وتأتي في الفندق الفلاني نحن نأخذك بالعربية بالعربة اللي هي بالكذا وندخل إلى القصر الإمبراطوري إذا دخلنا حننتظر في غرفة لمدة خمسة دقائق تدخل إلى الغرفة الكبيرة اللي فيها الإمبراطور إن فتح الباب وإنت تعمل إنحناء صغيرة عندما تشوف الإمبراطور ببعيد وعندما تقرب تعمل إنحناء أكثر لاحتراماً للإمبراطور وهي الإنحناء هذه ليست هي لغير الله وليس لها أي معنى يعني فيها منوع من العبادة ولكن هي طريقة التحية اليابانية ومع ذلك أنا استخرت الله سبحانه وتعالى ولم أن أنحني للإمبراطور ولا إنحناء صغيرة ولا إنحاء كبيرة تعرف إنحن ما ننحني إلا الله سبحانه وتعالى ورحت وقفت تمشي إنت 11 خطوة الخطوة رقم 12 تحصل فيه خط صغير كده في الأرض توقف قدامه بينك وبين الإمبراطور الفترة المرحلة الأولى حوالي 10 متار بعدين تقدم إليه نتوصل بينك وبينه فقط متر متر ونص تقريباً نتوقف وإنت لا تبادر بالكلام أعطونا حتى السيناريو أنه سيبدأ يسألك أن يبارك لك في التعيين ويسألك عن صحة الملك وإنت تردله بهذه الإجابة وانت خطبت باللغة اليابانية أيها هنا طبعاً كانوا طلبوا مني هل أكون معايا مترجم أو فقط أنا أجي فهم طبعاً فرحوا لما قلتوا أنا ما أحتاج مترجم أحتاج أن أنا أجي بنفسي وأتكلم باللغة اليابانية والإمبراطورة حقيقةً كان هم أعطوله خلفية الجامعة اللي درسته كانت تعتبر من أقوى الجامعات وكان هو من الناس المشجعين لهذه الجامعة وأتكلم معايا بينكوسين يعني شوية أكتر من البروتكول العادي لأنه هو أنا ارتحت نفسي هو ارتاح نفسي فسأل عن صحة خادم الحرمين الشريفين وبلغ السلام وأيضاً سألني عن أولادك وصحتك ونتمنى لك كذا وكذا طبعاً هم مرتبين في البرنامج أنك أنت بعد ما تنتهي من اللقاء الإمبراطور ترجع ثلاث خطوات للخلف حتى ما تعطيله ظهرك وبعدين تلف وبعدين تخرج الخارج الحقيقة الموقف وأنا هنا كلمة للتاريخ أن سفير المملكة عربية السعودية في أي مكان في العالم يمتلك القوة الكافية المعنوية والسياسية والدبلوماسية أن يكون من أوائل السفراء في خدمة العلاقات الثنائية موقف أنا أبين لك مدى أهمية الاستراتيجية بعد وصولي بحوالي شهر كان فيناك ترشيح للأمين العام لوكالة الطاقة الذرية وكان في منافسة بين المرشح الياباني ومرشح دولة أخرى في أفريقيا وطلبوا مني دعمهم أني أنا أدعمهم مع الخارجية السعودية في أن نرشح المرشح الياباني وإش كان هدفك أنت وقوفك مع اليابان وكان أقنعت المملكة العربية السعودية أيضا نعم الهدف الأول هو فرصة لي أنا عشان أبرز كسفير يعني نجاح لك لو تم الشيء هذا هيكون نجاح لك في البلد نفسها الشيء الثاني وهو الأهم حقيقة المصلحة العليا للمملكة العربية السعودية تكمن أين فنظرنا إلى المصلحة العليا للمملكة العربية السعودية أن يتم ترشيح المرشح الياباني وفعلا تم الترشيح وهنا تظهر قوة وأهمية المملكة العربية السعودية بين الستة الدول الخليجية وبين الدول العربية والإسلامية وفعلا تم ترشيحه فجاء خطاب من رئيس الوزراء الياباني اللي هو وقتها أعتقد الآن ما أذكر اسمه 2009 الآن يمكن يجي اسمه بالأمين آخر رئيس الوزراء اللي توفى لا لا شينزو آبي هذا كان لك علاقة معه نعم هو صديق شخصي لأنه لما جيت أنا كواحدة من الصعوبات الجميلة والتحديات في العمل الدبلوماسي أن الحزب الحاكم تغير وأصبح الحزب المعارض هو الحزب الحاكم فهنا أيضا كمان تحدي لك كسفير شينزو آبي كان مع أي مع الحزب الذي خرج في الفترة ذيك وجلس إلى 2012 بعدين رجع انتصر الحزب الحاكم السابق اللي هو يرأسه شينزو آبي شينزو آبي والده كان وزير خارجية اليابان فهو من عائلة أصلا في الحكومة وشينزو آبي طبعا تعرف من فضل الله تعالى أستطاع أن يقنع أن هو يزور المملكة العربية السعودية للمرة الأولى وطلب مني أنا أن أنقل تحياتي للمملكة العربية السعودية وطلب قال أنه أنا أول دولة أزورها في الدول العربية والخليجية والإسلامية هي المملكة العربية السعودية بحكم موقعها الاستراتيجي والسياسي والدبلوماسي وفعلا جاء حضر في زيارة كانت تاريخية واستقبلنا في جدة وكان في وذكر لي جملة ثانية قال أنا أريد أن أبين سياسة اليابان في الشرق الأوسط من خلال كلمتي التي سوف ألقيها في المملكة العربية السعودية ورتب له أن يزور جامعة الملك عبد العيز في جدة وألقى المحاضرة وألقى سياسة اليابان لكل الشرق الأوسط ولكن لم يمهن للقدر طبعا كما يعرف الإخوة المشاهدين أنه تم اغتياله لكن في هذه الفترة تم تعزيز دور السفير السعودي في اليابان من خلال رسالة وزير الرئيس الدولة إلى خادم الحرمين الشرفين بأنه نشكر أنكم رشحتوا هذا السفير ونحن مستعدين نتعاون معه شخصية شينزو آبي كصديق وكرئيس وزراء شينزو آبي والده كما ذكرت لك كان رئيس اللجنة السعودية اليابانية للصداقة في الستينات ولذلك هو وعائلته كانوا محبين للعرب وللمسلمين ولذلك لما تولى الحكم لم يكن غريبا أنه يزور المملكة العربية السعودية بحكم القوة الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية الرجل كان محب للمملكة وكان يتمنى أن كل ما تمدلك اليابان من تقنيات أنه نحن كان تركيزنا معهم على أربع محاور التقنيات الصناعات والتعليم المهني والفني وانتعرف اليابان سوينا معه ثلاثة معاهد في جدة معهد السيارات وفي معهدين في الرياض بدعم من الفكر التدريبي الياباني للمملكة العربية السعودية وهما أيضاً بيعتمدوا علينا في البترول لتعرف 40% من بترول اليابان يأتي من السعودية وبالتالي هذه نقطة يعرف مدى أهمية المملكة العربية السعودية الاستراتيجية ووافق على بناء خزن استراتيجي في جزيرة أوكيناوا هذا الخزن الاستراتيجي البترولي ليه اليابان والدول المجاورة زي الفلبين وتايوان وكوريا واليابان علاقات استراتيجية وانتقلت العلاقات أخي عبد الله من العلاقات الثنائية إلى العلاقة نسميها المتعددة المستويات بحيث أنت عندك في أكثر من علاقات ثنائية فقط بين اليابان والسعودية لا في علاقات أكثر من العلاقات الثنائية المشتركة الدكتور على ذكر شانزو آبي أنا ما ودي أطلع قبل ما أتكلم عن اغتياله اليوم بلد مثل اليابان بلد سلام يعني يتم فيه اغتيال رئيس وزراء سابق ومش موجود في رئاسة الوزراء أبيك تشرح لي هذه الحالة سبب اغتياله مين اللي اغتاله لماذا اغتالوا نعم أول حاجة اغتيال رئيس الوزراء الياباني شانزو آبي ليس له علاقة بالسياسة في اليابان بل إنما هو شخص معتوه كان يدعي أنه أم رئيس الوزراء الياباني كانت فيه منظمة دينية متطرفة لها علاقة بكوريا وآذت والدة المتهم هذا فهو يريد أن تقم من هذا الموقف ليس له علاقة أبداً لا بالسياسة اليابانية زي ما تفضلت لا يتوجد هناك اغتيالات سياسية في اليابان وكان وقته هو ليس رئيس الوزراء الياباني لكن بحكم أنه هو في الحزب الليبرالي الحاكم ورئيس سابق يقوم بعملية انتخابات دعائية لأن انتخابات لدعم الحزب نفسه فللمعلومية هذه المرة الثانية للمحاولة اغتياله ونفس الشخص حاول يقتاله المرة الأولى وما نجح لأنه ما كان عنده مسدس فأعمل أشياء كده يدوية المرة الثانية ضربوا ثلاثة مرات المرة الأولى ما أصابته والثانية جات جنبه والثالثة التي جاته في مقتل وأنا أعتبر الحقيقة لأنه قبلها كان في زيارة المملكة الزيارة الثانية وقابل خادم الحرمين الشريفين وراح زارنا في العلا وأبدأ يعني انبساطه من الفكر الجديد والمتجدد في العلا كمدينة تاريخية وأنا أعتبر وقتها وأنا كتبت الحقيقة يعني برقية عزاء في الصحيفة يعني كتبت في أحد الصحف العربية بأنه فعلا خسارة للعلاقات السعودية اليابانية ولكن الذي يعني يبدد هذا الخسارة أن رئيس الوزراء الحالي هو أصلا كان وزير خارجية لما أنا كنت سفير ومهتم جدا بالعلاقات السعودية وحريص جدا وكان له زيارة تعرف قريبة للمملكة العربية السعودية لتطوير العلاقات السعودية اليابانية ليس على مستوى اللي هو الأبستريم اللي هي الصناعات الأساسية فقط سابك وبترومين وأرامكو وسموتومو في مشروعها تبع التكرير في ينبع ولكن أيضا في الصناعات التحويلية لتحويل المجتمع السعودي اللي هو أكثر من 60% من المجتمع الشاب يتعلم كيف يقدر يفيد هذا المجتمع الدكتور فترة لما كنت سفير في اليابان حدثت أحداث تسونامي ونتكت موجودة هناك نعم كيف كانت الأحداث ونتم وجودة في اليابان كيف تعاملت معها كسفير وكشخص في النهاية أحداث زلزال الكبير في 2011 في شهر مارس كانت تعتبر من الزلزال المخيفة في العالم لأنها كانت بمقياس 9 مقياس ريختر اللي هو أعلى درجة له وأعتقد 11 وبالتالي كانت يعني كان الزلزال القاتل يوم جمعة خرجت أنا من المسجد صلاة الجمعة ورجعت السفارة وبعدين كان عندي اجتماع في واحدة من الفنادق متجه إلى وزارة الخارجية الساعة الثالثة إلا ربع تقريبا وأفاجأ بأنه في زلزال طبعا الوهلة الأولى حسبناها زلزال عادي وبالتالي خلاص نحس بالزلزال ونكمل الكلام يعني بس تهز كده وخلاص يعني لكن هذا الهزة طولت شوية بعد ما طولت قوية شوية بعد ما قوية الناس عرفوا أنه فيه شيء غير طبيعي بعدها شفت أنه بعض الناس اللي موجودين معنا خرجوا من هذا فأنا طبعا خرجت من المطعم اللي كنت فيه في الفندق وخرجت للشارع وجدت مناظر يمكن ما نشوفها إلا في الأفلام العماير تهتز وتقترب من بعض مقياس طبعا الزلزال نفسه ماهو طويل لكن تبعات الزلزال هي إلا أصعب من الزلزال نفسه أنت لما طلعت دكتور إيش شفت كان فيه مبنين طويلة يمكن حوالي 30 دور أنا أول مرة أشوف مبنين يقتربوا من بعض إلى درجة كأن تكون بدهم يلتحموا ويرجعوا تاني لأنه فكرة القواعد الموجودة في العماير الكبيرة أنهم يعملوا أدوار القاعدة فيها جزء مطاطي وبعدين خمسة دوار تتحرك يمين الخمسة دوار اللي فوق تتحرك يسار طبعا أنا ماني خبير في الزلزال لكن هكذا سمعت وبالتالي ليس من السهولة طبعا المقياس المطلوب في اليابان هو 11 لكل المباني في اليابان ولكن لما شفت هذا المنظر عرفت أنه في هناك شيء غير طبيعي وشفت الناس بيجروا إلى حديقة مجاورة لأنه إذا جاك الزلزال تذهب إلى مكان واسع مكشوف مكشوف ما يكون عندك فيه مباني أول حاجة طبعا سار أنه انقطعت الاتصالات نهائي نهائي لأنه الزلزال كان قوي جدا تبعات الزلزال كانت أقوى وتبعات الزلزال تجلس معاك دقيقة دقيقتين ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق يعني في ستين ثانية ويعتبر وقت كبير يعني مش وقت عادي يعني أبنائك فين عائلتك كيف تتواصل معهم؟ وقتها أنا طبعا أول شي فكرت في العائلة العائلة في السفارة السفارة فيها السكن للسفير والأولاد في المدارس وسائق معي أنا موجود يعني نتحرك مشكلة إذا ما تحركنا كمان مشكلة الطرق في بعضها يعني صار في بعض الأضرار فيها فاخترنا الجزء اللي نحن نروح نيجلس في المنطقة المكشوفة هذه وننتظر وكل واحد بدأ يشوف الراديو واسمع الراديو وشوف إيش الكذا طبعا إلا ساعدنا وقتها التطبيقات المجانية اللي موجودة في الهاتف هي إلا ساعدت أن نحن نتصل بأهلنا وحتى كان عندي تسعة طلاب سعودين عايشين في نفس المنطقة المنكوبة هذه اللي هي شمال شرق توكيو تبعد تحوالي 340 كيلو في منطقة التسونامي الزلزال كان في داخل البحر يبعد 40 كيلو عن الشاطئ و40 كيلو عمق المدى العاتي لما اندخل على الشاطئ وانا رحت شفتها بعدين وصل في بعض الأماكن ارتفاع الموج 33 متر فلما تكلم 33 متر تتكلم على مبنى أقل حاجة 10 دوار إذا كل دور 3 متر فتكلم وفعلا طلعنا في مبنى 10 دوار وجدنا في بوت صغير موجود فوق المبنى وطبعا الصور كثيرة موجودة في اليوتيوب لكن فعلا تذكرت الآية الكريمة إذا زلزلت الأرض زلزالها وآخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها فنحن شفنا الأربع آيات هذه موجودة أمامنا فيه وربنا سلم لكن التوجيه اللجاني من الأمير سعود الفيصل الله يرحمه وفي الخارجية ومن اللجنة الأمنية الموجودة في الوزارة ومن الأمير خالد بن سعود وكيل وزارة أنه أعمل أي شيء لإحضار المواطنين السعودين السبع أشخاص وفي الطالب الثامن مع زوجته ومعهم طفله كم عدد السعوديين اللي موجودين في اليابان؟ وقتها هناك كانوا وقتها كان حوالي ستمية وشوية وما أخفيك يعني أرسلنا طيارة هيليكوبتر وهذا يمكن أول سفارة تسويها في اليابان استاجرنا طيارة هيليكوبتر وراحت وجابت المواطنين مجموعة منهم واليوم الثاني رحنا جبنا الباقين صار فيه أمطار فأرسلنا أيضا سيارات وجابتهم ومو بس فقط السعودين حتى جبنا من بعض الأخوة العمانيين الليبيين السوريين لما نعرفوا أنه السفارة السعودية بتعمل هذه الفكرة كذا فكلهم جوا لمنطقة الإفاكيواشن أو منطقة الإسعاف وجاءوا معنا إلى إلى توكيو المملكة العربية السعودية كما هي الحال في كل محفل قامت بالمبادرة فورا بدعم الشعب الياباني بتبرع سخي من خادم الحرمين لإعادة إحياء المنطق اللي موجودة من خلال الطاقة اللي نحن نتميز فيها وفعلا تم إنارة أكثر من 42 ألف منزل في المناطق الشلترز اللي هي المنكوبة